المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديلي الدائم من الهم شنال جزبا ان شاء الله تكونوا بيحروا على خير تكونوا فرحانين تكونوا ناشتين تكونوا موردي لكم مزيدة و تمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتسبعات الغزالات الوفيات على القناة ديلي هي اكيد اكيد الهم شنال وصفة اليوم ان شاء الله تكون وصفة مخصصة بإزالة شعر من الجسم ومن المناطق الحساسة فان شاء الله سنعملوا على الفازلين وعلى الملح لإزالة الشعر كيفية استخدام الفازلين والملح للتخلص من الشعر المناطق الحساسة نهائيا وفي خمس دقائق فقط يعني وصفة ولا اروع رائعة جدا عند عدة فوائد وعدة مزايا اللي لا تعد ولا تحصك نتمنى انه اي شخص يجربها وارجع لهذا الفيديو وكتب لي نفطه عليك كيف جدتوا الوصفة واش عجباتوا ولا ما عجباتوا واش اكيد تستافد منها واش توتاتوا يعني وصفة بالمكوينين الرئيسيين اللي هم الملح والفازلين واكيد غنحتاجوا مكوينتات بالنسبة لهذا المصفة فكتزول شعر من الجذر يعني ما كتخلي الشعر ينمو مجددا اما الشعر فاكيد غتزولوه باي نحاجة مول فين كتستخدموا الازالة الشعر عادة من بعد تبقوا هاد الوصفة اكيد اللي اديتهاي غنشرحهم لكم ولكن قبل ما نشون تعرفوا هالمكونات الوصفة فانبغين نرحب بكل منك يزور هاد القناة بكل منك يشاهدها سواء نساء رجال مرحبا بالجميع ايضا بالناس الجدد او القدامة فلاشين مرحبا بالكل اذا كنتو اول مرة كتكتشفوا هاد الاشتن فما تنسوش تضغطوا على زي الاشتراك موجود اسفل الفيديو ايضا تفعلو زي الجرس وتابعونا على مواقع التوصول الاجتماعي جميع الراود في صندوق الوصف او لف ديسكريبشن بوكس او لف لبغدان فأكيد وايضا الى عندكم مصفة طبيعية بخصوص اذا لا تشاربويتوا تشاركوهم معنا فاخليهم لينا في اليكم وان شاء الله انا شخصيا بدوني نجربوهم واكيدة لا يجبوني غادي نجي نشارك معكم الوصفة ان دي تاي هنا في القناة باش هكذا تعمل فائدة للجميع ومنطولش عليكم اكتر من هدا مشيوا مع بعضنا البعض باش نتعرفو على مكونات الوصفة طريقة تحضيرات استخدامها واستعمالها ايضا فاول مكوين غادي نحتاجولو في هاد الوصفة هو الفازلين ممكن تستخدمو اي فازلين يعني سواء هاد اللي كيجيب هاد النوعية هدي او هاد الفازلين اللي كيكون في الاسواق تمان ديالو جد مناسب كيبقى بخمسة درام مغربية يعني كيكون في عدة اشكال وعدة انواع صراحة كين بالكاكاو بالوارد بالتفاح بعدة اشكال اخرى فان شاء الله انا سنستخدم معاكم هذا ديال الكاكاو زوين جربتو عدة مرات صراحة مرارا وتكرارا والحمد لله يعني لقيت عليه اقبال ولقيت عليه ناجح ما سببش حساسيا نهائيا بالنسبة الثاني مكون اللي هو زيت الزيتون فغنحتاج واحد ملعقة كبيرة او ملعقة صغرم زيت الزيتون وغادي نحتاجو اخر مكون اللي هو الملح بالنسبة الملح فهو كمنع نمو الشعر من الجذور الملح اللي بنات عنده عدة فوائد وعدة مزايان كم صحبه الناس اللي يبغي الشعر ما يبقاش ينمو نهائيا او ما يبقاش ينمو بكمية كبيرة فغادي ناخدو واحد المقالة اللي هي صغيرة نستفدو منها هكذا اكيد فالشعر الزيت هو احد ادترابات نمو الشعر والذي يؤدي الى زيادته عند الاينات حيث يظهر شعر الذاكن والخشن بشكل غزير في المناطق لا ينمو فيها مثل هذا النوع من الشعر وينمو في الغالب عند الضكور كشف العليا والباطن والضهر ويتزمن ظهوره مع سن البلوغ عند الاينات عفوا بحيث تعاني 10% من النساء من الشعر الزائد ويعود زيادة نمو الشعر الى العديد من الاسباب اهمها زيادة مستوى انتاج الهرمونات الدكورية الاندروجين الذي يؤدي الى زيادة شعر الغير مرغوب فيه وهناك اسباب اخرى سنهضروا اليها ان شاء الله لاحقا ومن طرق تخلص من شعر الزائد بالملح يعني نعطيكم بعض الطرق او بعض الوصفات الطبيعية لتخلص من الشعر الزائد بالملح بالنسبة لطريقة الاولى احنا اكيد نخليوا الوصفة ونعطيكم بعض الطرق باش حتى اللجتكم الوصفة يعني استخدمتوها ومنش حدش معكم او لما عجبتكمش فتلقوا بعض الطرق وخا غادي نهدر عليهم غيرها شفاويا وانما المهم هو الاستفادة فالمكونات هو ملح طعام الخشن والصابون صابون زيت الزيتون المبشور وماء مورد يعني ثلاثة مكونات طريقة التحضير والاستعمال تخلص المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى يتم الحصول على قوام كريمي ثم يوضع الخليط على المنطقة المراد ازالة الشعر منها وتترك لمدة ساعة او ساعتين وفقا لطبيعة الشعر الزائد وعندما تتم ملاحظة تساقط شعر تشطف المنطقة بالماء الفاتر ويرتب بالماء ورد وينصح باجراء فحص على احد اجزاء الجسم لتأكد من عدم وجود حساسية لأحد مكونات الخلطة باش هكدا اكيد الوصفة متسببش لكم حساسية او حكا او تهيوج او حمراء اي مكون عندكم انه حساسية فمتستخدمش الوصفة نهائيا هذا القضية دائما كنقولها لكم فهذا بغد ندوز معكم الوصفة التانية باش حتى الوصفة التانية حتى هي تستفدو منها ان شاء الله بالنسبة للمكونات غتحتاجوا نصف كوب من الملح وربع كوب من ماء ورد يعني فقط مكونات بالنسبة لطريقة التانية او الوصفة التانية طريقة التحضير والاستعمال تخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد ثم يوضع الخليط على البشرة وتدلك به وذلك بعد القيام بازالة شعر الزائد منها الجذور ثم يترك الخليط على بشرة لمدة 10 دقيق بعدها تغسل بالماء وتجفف جيدا وتكرر هذه الخلطة اسبوعيا للحصول على افضل النتائج ولنزع الشعر الزائد نهائيا فكانت هذه الوصفة التانية او الطريقة التانية اتمنى انكم استفتونا وانهانات الاعجاب ديلكم ان شاء الله غديندوزوا الوصفة دينا الاساسية اكيد اي وصفة عجباتكم فهي اكيد اللي تطبقوها الى ما فهمتوش عاودوا يعني عملوا ببوز الفيديو وعاودوا كرروا الفيديو من اول وجديد باش هكدا تفهموا الوصفتين اللي اعطيتكم لانهان فقط كانوا شفويا يعني غير هدرت عليهم مطبقناهم شمعها بعضنا البعض فغديندوزوا الهاد الوصفة الشهيرة والمعروفة اكيد كيما اكتلكم اللي غنحتاجوا فيها الفازلين الملح وزيت زيتون الملح وزيت زيتون كيما كليكم ملعقة كبيرة او صغيرة على حسب متوفر عندكم ملعقة كبيرة او صغيرة ملعقة كبيرة او صغيرة ملعقة كبيرة من بعد الآن غناخد الفازلين من بعد الآن غناخد الفازلين ملعقة كبيرة ونحاولو نخلطوها مزيان معدك زيت زيتون والملح ونحاولو نخلطوها مزيان معدك زيت زيتون والملح ثانيا ملعقة كبيرة ضروري ما تخلطوه الوصفة مزيان باش تنجح معاكم لانه الفازلين الى ما تخلطاتش بهدج اشتاكل هذا مع زيت زيتون والملح را ما غتعتح تشي نتيجة هذه نقطة مهمة ضروري أنني نذكرها وأساسية في هذا الفيديو هذا فالوصفة بعدما كتصبح بهذا الشكل هذا معلكم إلا تاخذوا القليل منها وتبدو تبقوه على المنطقة اللي كتكونوا زولتوا منها شعر الزائد بالشفرة أو بآلة الحلاقة أو بالحلاوة أو بأي شيء أنتم ما كتطبقوه أو معتمدين عليه كأساس لإزالة الشعر كما قلت لكم في بداية الفيديو وصفة اليوم ما كتزول الشعر وإنما فقط كنعملوها لمنع نمو الشعر باش هكذا الشعر ما يبقاش ينمو نهائيا نتمنى أنه الوصفة تكون واضحة ومفهومة لجميع السيدات اللي غادي يطبقوها إن شاء الله وعطيتكم الوصفة الأولى شفوياً لإزالة الشعر وأيضاً لمنع نمو الشعر والوصفة الثانية حتى يلي منع نمو الشعر فنتمنى أي وصفة نالت اللي أعجب ديلكم من هاتلتة ديال الوصفات تطبقوها وترجعوا لهذا الفيديو سكسبوا لنا في تعليق يعني كيف حجزتكم الوصفة فكتطبقوا هاد الوصفة هادي بهذا الشكل هذا وكتخلي واحدة كتشوف المدة ديال 5 ديال دقايق أو 10 دقايق الوقت دائما كيبقى اختياري من بعد كتوصلوا لمنطقة وما تحتاجوش أنكم ترتبوها نهائياً لأنه الشعر ما كيبقاش ينمو نهائياً أو مجدداً بالنسبة لهذا الوصفة فيجيب تكراروها جوشة المرات أو 3 المرات على حساب كل سيدة إلا كان عندك شعر كتير وكي نمو بكمية كبيرة فحاولي تعمليها 3 ديال مرات إلا كان الشعر يعني قليل فعمليها غير جوشة الخطرات أولا جوشة المرات وإن شاء الله الشعر ما غاديش يبقى ينمو نهائياً وللأبد وهاد شي عام تجربة فقط جربوا الوصفة وربضوا علي نفط تعليق هاد الوصفة ممكن استخدامها لمنطقة العنى لإبطين أي منطقة حساسة موجودة في الجسم فقط يجب أنه كل هاد المكونات ما تكونش عندكم حساسية منهم إلا كانت حساسية فمن الأحسن أنكم ما تعملوش الوصفة وتبعدو عليها تماماً لأنه تقدر تسبب حكة أو حساسية أو حمرار إلا عندكم حساسية كبيرة في الجسم ديلكم أو في المناطق الحساسة فكانت يديرو وصفة ديليو منتمنى أنه هنا لإعجاب ديلكم وأنكم استفتوا منها سواء بالقيل أو لو بالكثير المهم والاستفادة ما تنسوناش بالبيج لايك واشتراككم في القناة تضغطوا على زي الجرس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وعادي معكم جدد إن شاء الله فيديو قديم بإذن الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي